السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم محمد علي ولاخرارة الصناعية وحلقة جديدة النهاردة ان شاء الله الحلقة اللي فترة كنت بلا كنت تكون من اه هاتج شوية للفوركس وده نتيجة ان اغلب المواقب بتاعت البنر اوبشن بترتدي على الناس ان تشترك كمصريين وطبعا اخواتنا برضو في الجزائر والمغرب وفي كذا بلد تاني فكاد طبعا مشكلة ان تبقى الخيارات الصناعية مفتوحها فقط بس للاخوة الخليجيين او مجالس التعاون الخليجي هم من حقهم ان هم يخشوا يسجلوا على اغلب المواقع الخرط الصناعية دلوقتي وبالنسبة لمواقع الروبوت والبنر او اللي بتدي برضو المواقع بتدي السيجنال بتاعت البنر اوبشن فزي ما اتكلمت معكم المواقع اللي فاتت انا اخترت شركة اكس ام الشركة مغروفة جدا وليها اكتر من يعني موقع بكذا لغة وبتدعم المصريين وبتدعم كل اللغات الشركة الفوركس مثل الفوركس عشان نرجع نتكلم تاني للناس اللي هي مش عارفة الفرق من الفوركس الفوركس فيه مثل تاني الميزة الاولى ان كنت بتخط السعر و لو عادك سيجنال ان كنت بتخط السعر قبل ما ينام يعني بتحط اوتوماتيك بتختار السعر اللي انت هتشتري عنده وسعر الاقفال والسعر بتاع الخسارة اللي هتوقف عنده الصفقة فبتقدر تتحكم نوعا ما في الخسارة بتاعتك لو انت شايف ان كنت مش قادر توصل للمكسب فبتبقى الخسارة بتاعتك قليل العكس الخارط الصناعية الخارط الصناعية هي الصفقة اكسبت اخسرت مفهاش كلام داخل بدولار هو الدولار اكسبت 80% منه اما خسرت الدولار كله في الصفقة بتاعتك لو انت الطاقة بتاع غلط بتبقى محكوم بالوقت والفريم اللي انت محطوط فيه على تجارة الخارط الصناعية زي مثل ايكي اوبشن وما شباها من المواقع بتاعت الخارط الصناعية الاكس ام فاديتها زي ما قلنا تاني الفوريكس يعني انا كانت جايه لتوصية على الباوند الجنين البريطاني الصاد الدولار حطت التوصية بتاعتي ده عشان برضه يبقى الناس واخدبانها ده حسب ميكروشيب الباونس اللي دخلنا به 51 دولار انتهت الصفقة 2.28 سنت اللي حصل ان حصلت التارجت اللي انا كنت عايزه بس انا كنت حطه على الف 1.270 اللي حصل ان هو قره بيلامس اللي ده بس هيبتديعك السعر دولار هنا انا كنت لو كنت موجودة الصفقة وصل على كبير كتوكة 5 دولار بس ما انا اخترت النقيق خلاص انا عملت 2 دولار بالنسبة لي ده اوكي النهاردة مش مشكلة اللي انا امن التواصيل ناجحة ده السعر الدخول كان موجودة 50 دولار اقفلت الصفقة على 53 دولار طبعا في ناس هتقول ان ده معمول صورة ممكنكم ملعوب فيها انا بس اخدت الصورة عشان خاطر ان اوريكم اشرح لكم بس بالقس انا دخلت على الكام وخراكت على الكام واوريها لكم برضو من هنا اوه من لايف على الاكس اي ام على الميتا تريدر هنا اهوكي دخل البلانس الحالي ده اوه موجود 53 دولار وانا كنت داخل ب 51 دولار مفيش اي صفقات للتواصيلات اللي انا بتجيلي الحمدلله جربتها بتحق ناجح محتاجش متابعة برضو تتخلي بالك دايما من اتجاه الاخبار طبعا الفوركس بتقدر ان كده بتتحكم فخسرتك اوه انت مش يعني انا لو بشغال دلوقتي على البلانس الحالي ممكن اعمل لي 50 دولار في خلال نص ساعة اوه الفوركس عملت 2.5 دولار ده حساب ميكرو مش حساب كبير يعني اللي بيخش ب 50 دولار و 1000 دولار ممكن يعمل 10 او 20 دولار عن طريق التواصيات اللي هتيجي بيقدر طبعا انه ايه لو هتعمل 20 او 30 دولار في اليوم عن طريق التواصيات مضمونة فبتبقى حاجة كويسة جدا ليك وحاجة ان كده تتحق منها اربعة التواصلات اللي بيجيلي هبعدتها لل ناس اللي مشتركة عن طريقي في اي موقع بنر اوبشن او هتخش تشترك عن طريق برضه هيبقى ليها ناهية تقدر تخش تاخد توصيات مجانية عشان تقدر انها تتاجر بيها طيب التواصلات دي هتنفع في البنر اوبشن ولا مش هتنفع لما يجي الاتجاه ويبتدي انه يعكس يعني دخول السعر هيبقى من مثلا ان النقطة دي قولك اشتري لو لمس النقطة دي بياخد اتجاه صعد الاتجاه الصعد اللي هياخده ممكن تلاقيه في خلال ساعة حقق مثلا زيادة 10 نقطة في خلال ساعة رجع فلو انت هتخش عن طريق صفقي بقى ما ينفعش انك تخش على دقيقة لازم تخش على وقت طويل على ساعة أقل حاجة وانك انت تاخد لما يحقق الشرط تفضل مستني على البنر اوبشن لما يحقق الشرط عشان تقدر تشتري لك انا عن طريق نيو اردر هنا ممكن اخط اعمل الصفقة وحددها باشتري اللوت واختار حخش شمتة تماما عشان خاطر اقدر ان انا احدد السعر الشراء والبيع عن طريق الصفقة عن طريق الصفقة اللي جات لي طبعا هيبقى فيش روحات اكتر للمنصة عشان برضو زي ما اتعودنا انفعش ان اقدم لكم حاجة واسبكم كده اتعوموا لازم تبقى عارف المنصة بتتعلمها ازاي طبعا لسه فبقى لفترة يعني بقى للم كل اللي ممكن ان اقدر اقدم لكم عشان اجهز بمجموع الفيديوهات تاني لكم فده الفيديوهات ان شاء الله هتبقى في فترة اللي جاية هزود الفيديوهات هتبقى برضو هنمشي زي ما احنا مشينا هنحط شركات تاني موثقة هنحط شركات تاني وعروض للي يشترك عن طريقنا وبرضو هيبقى فيه برضو الفوريكس اكس ام للي عايز يخش انت ممكن عايز يخش معك 100 دولار بدل ما تخش بيها بنار اوبشن لا ممكن تخش بيها الفوريكس وعن طريق حساب ميكروه هيبقى منسب ليك الحساب زادي طبعا التواصلات اللي هتجيلك ان شاء الله تحققه منها ارباح وتبقى انت كده قدرت انك انت تزبط مع يعني تبقى استفدت من عن طريق القناة بتاعتنا تعليميا وبرضو ماديا ان شاء الله المرة التانية اللي هشترك عن طريقي في الاكس ام هيبقى من حقوقنا هو هيشترك في التواصلات لو اي حد اشترك عن طريقي في اي برنامج او في اي حاجة انا اتكلمت عليها سواء كنت حققت مكسب او ما حققتش مكسب بطلت انك تتاجر فيها لازم بس تبقى هتبعتلي على الايميل اللي هتلاقي موجود تحت هتبعتلي رقمك على الحساب اللي انت فتحه او كنت فتحه اللي موجود انها طبعا تظهر عندي كل الحسابات ارقامة الناس اللي اشتركت عن طريقي فيها هعرف عن طريقي اللقم بتاعك انك كنت تفعل المشترك عن طريقي فيها يبقى من حقق انك كنت كده تشوف التوصيات اللي هتبقى تجيلك ان شاء الله فلو انت شغال تاني عن طريقي برنامج او هتفتح على الاكس ام كده كده هتجيلك التوصيات بس لازم انك كنت تبعت على الايميل التوصيات عشان تجيلك تبعتلي انت كنت مشترك سواء اي اي او 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 اي او 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 ا اي او او ا اى اي او شراحتوهم متجري الالي لو انت طريقي لو مايجيش حد يقول له صنع ما شاكفت انت فور او 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 بس مش عن طريق فديني سيجنال ويبقى حافظ ان الناس تشترك في القناة وتبتدي انها تتابع معنا وتشترك عن طريقنا ان شاء الله وفي الاستواصلات انا تحت امركم في اي وقت طبعا الاستواصلات بتتحطى على الكمنت وانا برد عليكم على طول واشوفكم ان شاء الله والحلقة الجاية واحمد عليه والخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته